مرحبا بكم في الحصة جديدة حزب القراسنة مرحبا بناسكول كما تعرفون لدينا 30 أفريل المؤتمر حزب القراسنة اليوم كيف سيكون بطبيعة حزب القراسنة ليس كم الحزب الأخرى المؤتمر حزب القراسنة ليس كم المؤتمرات الأخرى ماذا هو حزب القراسنة؟ نحن مع الديمقراطية المباشرة الديمقراطية المباشرة لدينا هدف واحد هو ان انتخابات مثل برنامجين تمثيلات 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 قوانين الانترنت هذا البرنامج حزب القراسنة ليس هكاكة بالضبط هدفنا هي تغيير الحاكمة ما هي تغيير الحاكمة؟ ما هي تغيير الحاكمة؟ لا يوجد مثلا برنامج لا يوجد برنامج برنامج لا لا نريد برنامج الخاصية التمثيلية التي تسمى انتخابات فاسدة من أصلها ونجم نتحدث فيها ونطولوا في هذه الحكاية لكن لا ندخلوا في هذه الحكاية فقط نقولوا الذي تم حل نوع اخر من ديمقراطية وهي ديمقراطية ببشرة كما كنت نفسر فيها الخاصية الأخرى التي لا نفرق ما بين الدخلين والبراني ما معناها؟ ما معناها أنت اليوم تحضر معنا في الاجتماع مثلا أنت عثمان لديك الحق أن تتحدث للجميع القرارات القرارات نأخذها مع الناس مع التوانسة وأي واحد يحضر اليوم كما عنده كيفية التي تعمل الحزب موجودة حتى في التصويت أنت تصويت كيفية كيفية تصويت معي وعندنا هناك صوت بالضبط هذا مهم ياسر على خطر خطتنا تعتمد على أن التوانسة لكي ينجموا ويصوتوا على القرارات وعلى القوانين لذلك أسميته حزب مبيوس تعرفوا مبيوس نقول لكم ما هو مبيوس بصفة عامة هنا حزب العباد الذي يكره الأحزاب لذلك نحن حزب مقلوب على خطر تحزب والأحزاب لا يوجد شيء بالنسبة لنا لذلك ندخل قليلا الديمقراطية المباشرة لذلك 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 حزب في 2012 مركزنا على التوانسة انتخابات تشريعية الخطة سهلة يسر لذلك لذلك نرشحوا روحنا في الانتخابات 2019 ونخبونا التوانسة لذلك يكونوا في البرلمان في 2019 لذلك يصوتوا حسب صوتوا التوانسة لا يسجدوا ولا يسجدوا هذه الخطة لذلك كما تقول نقرصنا الديمقراطية الانتخابية لكي نفرض الديمقراطية المباشرة الخطة سهلة يسر هناك تغيير الحاكمة كما قلت كنت تفسر بكري الانتخابات في حد ذاتها معناها منظومة متع فساد لماذا؟ بالرزيومي معناها الانتخابات الي عنده فلوس يربح في اي انتخابات الي بش يربح ولا عنده فلوس معناها سهل يسر شفتوا معناها ما زلنا كعملنا دستور الانتخابات التشريعية سليم الرياحي عنده 13 نائب شنو معناها معناها عنا ثغرة عنا فاي في وسط الدستور قد دراسنا يعني الانتخابات غالطة طول لديمقراطية التمثيلية لا يوجد سياسة كحزب كما كنتم تفسر بكري لا يوجد برنامج لا نحب نشد كرسي لنطبق البرنامج لدينا تغيير منظومة الحكم اما الأعضاء عندهم سياسة وعندهم راي وعندهم شنو يحبوا يعمل الأعضاء اللي موجودين اليوم في الاجتماع عندهم راي ونجم ونخرجوا منهم راي في أي موضوع تتصوروا في بالك اما شنو بش يكون غدوة الحزب بش يكونوا نوع آخر خطر احنا ما نش مركزين على الراي متع الأعضاء هذوما والراي متع الأعضاء اللي موجودين اليوم ما عندوش أهمية في تاريخ متاع الحزب وهذي بالعاني عليش خطر كما قلنا احنا نحبوا الديمقراطية مباشرة ونحبوا التوينسة كل يحكموا احنا نرمالما كان نوصلوا اللي نحبوا عليه باش يقروا التوينسة كما يحب باش ناخذوا احسن ديسيزيون اللي تشبه للتوينسة الكل وبطبيعة الالجموع اللي يقولون ديمة اللي هو صعيب يسر للسيستام هذي لكن كما قلت ما نحبش ندخل في الديتائي متاع عاليش الديمقراطية التمثيلية فاسدة لكن اسكي يسير لي ما تتصلحش ودونك نحاولوا السيستام جديد ونفشلوا خير من اللي ما نعملوا شيء ب موبيوس الدخلين كما البراني موبيوس هي الفورمة التي لا يوجد دخلين وبراني كالباند تبدأ مقلوبة مشيرتين نحاولناها في السيانس ونحاولنا تطلع تصويرها لا تطلعت لكن لا تقريب نتجاوزها ما نحبوش الانتماء والولاء لذلك هذو ما دي فالور اللي نحترموهم أما ما مش بهين للحزب متاعنا نفضلوا عليهم لفالور المتاع الانفتاح والأفكار الجديدة معناها ما نحبوش حاجة مغلقة حاجة تربط الحزب موجود الهدف معين ووقت ليوصلوا معاش معاش مهم الحزب به كيفاش ناخذ القرارات متاعنا بالتصويت العام بصيفة عام الحزب مبني على الفكرة هذي اللي كل شي بالتصويت العام الناس كل عندها فرد صوت ما فهماش ديركسيون ما عندناش رئيس اما القرارات ناخذهم وقت اللي لازم ناخذوا قرارات عنها ستريز امبورتان انه نفهموا اللي غوورنانس مهيش حاجة سهلة ودونك انتروتر في المد غوورنانس متاعنا اللي نعرفوا كونسيون اللي التصويت اخيب حاجة على خطر وقت اللي انت بشتصوت على موضوع معين كونسيون ملقيت حتى حل ملقيتش مفاهمة ملقيتش انتخابات متاعها تنحكيو عليها في المؤتمر وإلا في الحواج اللي لازمها دي رسورس اللي لما تكفيش للناس كل مثلا كم الفلوس كم حواج اللي هي نتلزوا بش نعملوا فيها تصويت بشتصويت نتفاهم لذلك نحكيو 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 مجموعات وقت اللي نبدأ وإلا نحكيو كلنا مبعاظنا بالانترنت خطر الانترنت نجم تخليك تحكي في مجموعات كبيرة لذلك نحكيو مجموعات تنجم تعمل هذه الحكاية بالانترنت لذلك لذلك عندما لديك انترنت لدينا في النظام الاساسي تنجم تشوفوه على السيت لدينا الاسمبلية جنرال والمؤتمر الذي نظمه في أي وقت بطلب من أي عضو عثمان جيليوم يطلب مؤتمر بعض غضوة كان يخب ونصوت كلنا مبعضنا في وسط المؤتمر هذا الخطر معنا لدينا مؤتمر هذا المؤتمر مؤتمر على المؤتمر على المؤتمر حيث نجم ترجع للستاتذي في الدتائل أما هو علني و سري فرد وقت نجم تختار أن تصوت بالعلني أو السري وقت لذلك التسويت في المؤتمر هذا يكون على الهيئة سوف نتحدث عن الهيئة ونفسر لكم كيف يكون التصويت فيها علني أو سري وندخل في الدتائم حكاية هذه المؤتمر بالستاتذيوم وخطر بالقانون أن يكون لدينا مؤتمر لا يكون لدينا هنا من الأول يتعمل كل ثلاثة سنين لذلك المؤتمر يكون نهار 30 أبريل لذلك نعمل المؤتمر إعلام يجب أن يصبح قبل جماعتين يعني أعلام قبل ثلاثة جماعات تقريبا أو أكثر لذلك نعمل لذلك نعمل الإعلام والترشح للهيئة هذه التي نتحدث عنها يصبح قبل بجمعة من المؤتمر في أقصى تقدير لذلك 23 أبريل يجب أن نحل الترشحات لذلك ما زالنا محلنا وهنا يجب أن نحل الترشحات لكن هذا مربوط بالقانون بالحزاب ويجب أن نفسر لكم لذلك ليس مهمة نحصل إلى الهيئة الهيئة في الاستطيام هناك ثلاثة أعضاء ثلاثة أعضاء يضعوا روحهم ويرشحوا روحهم والأعضاء من الحزب يصوتوا عليهم ويعطيهم تفويذ ويجب أن نفسروا ما هو التفويذ ثلاثة أعضاء هذا ما يعينه أمين مال أمين مال الذي هو في نفس الوقت لدينا المسؤول الأول على الحزب لذلك لا يوجد رئيس في الحزب لدينا أمين مال بسبب القانون من الحزب أن يكون أمين مال السلوحيات لا يوجد شيء فالسلوحيات هي المنتين للسيستام الإنفرماتيك المتباس والسجلات خطر بالقانون لدينا لدينا رجيستر متاع الأعضاء ويجب أن دخلوا لنا المهم أن المنتين للسيستام الإنفرماتيك لدينا السيستام الإنفرماتيك الإنفرماتيك تفويذ تفويذ يعني أنت اليوم وثمان اخترت القائمة متاع أمين تعطيتها التفويذ غدوة في أي وقت لا تستمر التمر نحيه التفويذ متاعك بطلت لدينا نحيتها من عنده على شرط أنك تعطيها القائمة أخر في أي وقت يجب يعمل قائمة ثلاثة من الناس نحب أن نأخذ الهيئة في بلاسة الجماعة التي لديهم الهيئة الناس نحي أصواتها من عنده هذه الهيئة وتعطيها يصبح الهيئة جديدة لماذا نجم نعمل حاجة كما هكذا؟ حظر كما قلت ونعود الهيئة لا يوجد حتى صلوحيات لذلك تكنيكما يجب أن نعمل الهيئة هذه كل ثلاثة سنوات لكن نجم نعمل الهيئة في أي وقت وفي وقت الذي نحبه أعلى نعم هذا يوجد نعود إلى لكي نفسر التصويت السري والعالني لكي تصويت لكي تعطي التفويض للهيئة ثم دموت أما تعطي باسمك ولقبك ومعناها ممبر معروف في الحزب الهيئة وقتها يتحسب الأصوات من العباد إدانتيفية واحدة وإلا تصويت كما نسكل على المال الإنجليس أو بسودونيم أو كما تحب أنت يتحسب هذا الصوتك أما يتحسب في كاتجورية أخرى التي هي الهيئة لا يتحسب أما يتحسب أما يتحسب أما يتحسب لذلك نسكل أكثر لتصويت باسمك أو في أنواع التصويت الكل ومعنا في الهيئة هذه مهمة أما يتحسب لا أحدث عن الحزب لأن لا يوجد التصويت الأخرى ولكن نحن يجب أن تحصل على التصويت الكل خاصة الدولة ولكن نحن الذي يتحصل بسرعة من يتحصل على القوانين يجب أن يتحصل على القوانين حتى يكون شخص مهما يستطيع أن يصوت. لكن يصوت عبارة نائب. لذلك يتحسب عليه و يتقايد. و يرون كل شخص مهما يصوت بالضبط. هذا مهم جدا. لماذا يجعلنا الحكاية الأنونيمة؟ لأنه يبدأ فيهم التصويت الصعيب. يعني الحكاية الأنونيمة تصلح في وقت الذي تبدأ خايف لتقولها. ثم نعمل التصويت التي هي العبادة تخاف لتعلن عليها. لذلك نرى المجوريتين من العبادة خايفة لتعلن. نقلبوا الناس كل الأنونيمة. لكي الناس كل الأنونيمة يرى هذه الحقيقة. لذلك تفويض قلنا عليه. و قلنا لهما هوش انتي خاب. لذلك تفويض قليلا. لذلك تفويض قليلا.